موسيقى اخر توقعات المتوقعة اللبنانية بيترا بدر للدول العربية اهلا محضراتكم معنا في قناة الابيض وحلقة جديدة من حلقة التوقعات نورد معنا حلقة مختلفة لتوقعات المتوقعة والروحانية بيترا بدر وفكرك الاول تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم ولو انت جديد معنا ياريت شرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول بيترا بدر ابتدت كلامها عن لبنان للفترة الجاية وقالت ان بالنسبة لوضع الكهرباء فبتقول انها هيكون فيها تحسن بشكل كبير وحتكون افضل من الدول المجورة وممكن كمان وضعها يكون افضل من الدول الاوروبية كمان قالت ان لبنان اصلا بتاخد مساعدات من روسيا وكمان من ايران ده بالنسبة للكهرباء كمان اسعار المازوت والحطب هتغلى جدا بداية من الشهر اللي جاي وحيبقى في بداية الالفين تلاتة وعشرين حلول لمشاكل الكهرباء في لبنان كمان للأسف الشديد قالت ان لبنان سينقسم وحيكون فيه ما يسمى برسم الحدود المائية والبرية في لبنان قالت ان بالنسبة للحدود البرية حيكون بنسبة تلاتة وعشرين لنا وتسعة وعشرين لهم اما بالنسبة لأوضاع الجيش اللبناني ففي الفين اتنين وعشرين ابتدت المساعدات جلنا وكمان ابتدت يكون فيه نظام احسن لموظفي معاشيات القطاع العام وكمان الاشهر اللي جاية حنشهد فيها حلول اكتر للجيش وحيكون فيه كمان تدريبات خاصة بالجيش اللبناني وكمان الانترنت حيتحسن بشكل ملحوظ ومش هيكون فيه انقطاعات وكمان برضو شبكات الاتصالات سوف تتحسن بقدر جيد اما بالنسبة للشتاء في لبنان فحيكون قارس جدا وصعب جدا بالضبط زي ما حصل للسنة اللي فاتت لكن حيكون فيه تسهيلات من الناحية الصحية بالنسبة للدواء وكمان بالنسبة للكهرباء والتدفئة بس الاسعار هتكون فيه علو طول الفترة اللي جاية وكمان الدولار هيفضل متأرجح لدرجة انه مش هنشوف رقم خمسين ولا مية في الكام شهر الجاي وده طبعا معناه انهيار قاسي جدا لليرا اللبنانية واللي بيتبعها انهيار كامل في الحالة الاقتصادية وطبعا بنعاكس على الخدمات الغذائية والخدمات الصحية نتمنى ان شاء الله انه ما يحصلش التوقع ده ويحصل تغيير بالنسبة لوضع لبنان في الأشهر القادمة بتربادر كمان بتقول بالنسبة للدولار فحيحصل فيه مشكلة خاصة بامريكا هتنخفط قيمة الدولار كتير وده هيكون في صالح طبعا الليرا اللبنانية لكن المشكلة دي هتتحل طبعا بوسط الاقتصاديين والسياسيين وللأسف هيبقى فيه انخفاض لقيمة الليرا مرة تانية وكمان هيكون فيه حلول لأزمة استخراج الغاز اللي هتحصل كمان هنشوف مشاكل كبيرة بالنسبة للبنك الفيدرالي كمان هيرجع الدولار مرة تانية ويتأرجح لـ 28 وأول مرحلة وبعدين هيرجع لـ 24 ويبدأ الموت أرجح بين 18 و 24 كمان المرحلة جاية بيتشال صفر من عملتنا والمرحلة اللي بعدها العملة الرقمية هيتم ربط العملة بالدهب اللي هو أصلا مربوط باللبنان بس هيبقى بالطريقة دي أما بالنسبة للحكومة فهنشوف انه فيه حكومة جديدة هتكون تحت ولاية الرئيس ميشيل عون وبالنسبة للرئاسة فحيكون فيه تأخير شوية بالنسبة للرئاسة في لبنان كمان هيكون فيه تأخير بعض الأسابيع أو بعض الأشهر من 6 سنين بالنسبة للرئاسة أما بالنسبة للمدارس فبتشوف بيترا بدر أنه زي السنة الماضية هتكون أوقات أونلاين وأوقات حضور أما بالنسبة للجامعات مش هيكون دايما فيه حضور جامعي والأكترية هتكون أونلاين كمان هيسمحوا للتلاميذ لو ما حضروش أنهم يعملوا فحوصات قبل فترة الامتحانات يعني بمعنى أصح أنهم حزبين موعاد الامتحانات من بداية العام الدراسي القادم 2023 كمان هيكون فيه كتير ناس بتقبل على الجيش وهيكون فيه تساؤلات عن استلام الجنرالات وتسليمات الجيش عموما قالت كمان بيترا بدر أنه حيترك الرئيس عون رسالة قبل ما يهرب من أصره وهيكون فيه اغتصابات حدة وهيكون فيه التجاءات للدول العربية وهيكون فيه تدخل بانتخابات رئاسية وكمان بتتوقع بيترا بدر أنه حيتم اختيار هي بتقول باشوف القائد سليمان فرنجية رئيس للحكومة وكمان حيكون فيه وجود لست ريا اللي طاقتها قوية جدا كمان بس لازم يكون فيه طيار مستقبل الموضوع ده لأنه الطاقة أصلا موجودة وكان فيه رئيس حكومة قبلها وبالنسبة لرايا الحسن هي اللي بتيجي والرئيس إذا مش حيرجع يعني بنرجع نتكلم بالنسبة للسنين الجاية والست سنين القادمة ولكن دلوقتي ريا الحسن هي الطاقة الأفضل اللي ممكن تقود الحكومة وأيضا سامير فرنجية هيكون ممتلك لزمام الأمور وبالنسبة لتغيير قوانين الأربع سنين الأقاضي اللي هيتحمل تغيير قوانين وتطبيق قوانين لا طائفية وتطبيق قوانين لا طائفية نوعا ما كتطبيق دستور الطائف بطريقة مؤثرة إذا بتكون واحد كتير في بعض التغييرات في القضاء بلبنان متابعين الأعزاء ده كان الجزء الأول من توقعات اللبنانية المتوقعة بيترابادر استنونا في حلقة بكرة إن شاء الله هنكمل لكم باقي توقعاتها الخطيرة اللي شايفها للبنان وللدول العربية بشكركم جدا على حسن المتابعة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم وقراءكم وضمتم بكل الخير والحب وسعيدة